رقم 2 نجاح استخدام عسل النحل في علاج البلهرسيا أكدت نتائج الدراسات والأبحاث الطبية التي أجريت في مستشفى الحسين الجامعي جدوى وفاعلية استخدام عسل النحل ومشتقاته في علاج الكثير من الأمراض ومنها مرض البلهرسيا وتسممات الحمل وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم كما تبين أن العسل يستخدم في علاج سلس البول وأمراض المعدة والأمعاء والكبد والنزف وتقلصات العضلات ومما هو جدير بالذكر أنه قد ثبت علميا أن كيلو جراما واحدا من العسل يوازي في قيمته الغذائية 2.5 كيلو جرام من الحوم و12 كيلو جراما من الخضروات كما ثبت أن العسل كغذاء يحتوي على العديد من المواد التي يحتاج إليها الجسم وأن السكر الذي فيه هو سكر العنب والفواكه فلا يحتاج إلى عمليات الهضم الصعبة وقيمته الحرارية مرتفعة فالكيلو جرام يحتوي على 3150 سعرا حراريا ويحتوي العسل على عدة خمائر منها دياستيز وانفرتيز كاتاليز كذا يحتوي على الأملاح المعدنية وهي كثيرة جدا فيه ومنها الكالسيوم والسوديوم والحديد والفسور والكبريت واليود والمانجنيز والسلكون والكوروم والنسبة التي توجد في العسل تكاد تعادل نسبتها ما يوجد في مصر الدم البشري ويوجد به فيتامينات ألف وبه واحد واثنين وتلاتة وستة وكافوه ودالوجيم بالإضافة إلى أنه غذاء كامل للقلوية فيعادل التوازن الحامض في الجسم وهذا ما يفسر علاج القدامى به من أمراض القناة الهضمية المصحوبة بحموضة عالية ويحتوي العسل أيضا على بعض البروتينات والكربوهايدرات والدهون وله خاصية عوامل النمو وهذه هامة للجسم البشري عامة والأطفال خاصة في مراحل التكوين الجسدي والعصوي وقد أثبتت التجارب أنه يشفي ويساعد على شفاء العديد من الأمراض خاصة الجروح وأمراض الجلد بأنواعها لما يتمتع به من خاصية قتل الجراثيم والتعقيم فيساعد على نظافة الجروح وسرعة التآمها وقد أتى بنتائج باهرة في سرعة التآم العمليات الجراحية القطيرة مثل بتر الثادي ومما هو جدير بالذكر أن بعض الشركات الإيطالية والسويتية أنتجت عدة مراهم وكان العسل فيها هو الأساس والعسل يزيد مغزون الكبد من السكر الحيواني الجيريكريجن وينشط عملية التمثيل الغذائي في الأنسجة والجولوكوز يزيد من نشاط الكبد فيزداد أثره في تكوين ترياق سم البكتيريا وبذلك تزداد مقاومة الجسم للعدوى هذا بالنسبة للكبد أما بالنسبة للقلب والكلية فيوسع الأوعية الإكلينيكية ويزيد من ترويط عضلة القلب وتغييتها وينظم انتقال الماء من الشوارد عبر الأغشية الحيوية ويساعد على ضبط توازن الضغط الحلولي بين الدم والأنسجة وبذلك يكون للعسل دور في إضرار البول في حالات قصور القلب والكليتين وانحباس السوائل في الجسم كما أنه يساعد في علاج الجهاز التنفسي فيعالج جفاف الحنجرة وقشور الغشاء المخاطي في الأنف والبلعوم ويساعد على طرد البلغم من الرئة كما يساعد في علاج السكر والتسمم الكحولي والتهاب المثانا والفم والأسنان كما ثبت أنه يعالج الزكام وأمراض البرد وآخر ما توصل إليه فريق من الأطباء السودانيين أن عسل النحل من أعظم المضادات الحيوية لحماية الإنسان من الجراثيم الضارة والبكتيريا فقد كانت هناك سيدة مريضة بمرض السكر وبإحدى قدميها جرح متعف قرر الأطباء ضرورة بتر القدم من فوق الرقبة لإنقاذها ولكن رؤي أخيرا تجربة عسل النحل موضعيا في محاولها يائسة بعد فشل المضادات الحيوية معها وفوج الأطباء بأن العسل باستخدامه كمضاد خارجي يومي قضى تماما على مستعمرات البكتيريا في قدم المرأة وساعد على نمو أنسجة حية بعد علاج دام ستة أسابيع ويمكن تفسير التآم الجروح بتأثير المواد المضادة الحيوية في العسل وانتعاش الدورة الدموية والإنفاوية أيضا نظرا لأن العسل يجذب الدم إلى مكان الضماضة ويزيد من نشاط الدورة الدموية بالمكان المصاب مما له تأثيره على تحسن الحالة العامة والمقاومة في الموضع المصاب خاصة وقد أجر بعض العلماء بحثا فوجدوا أن ما يسمى الميكرونيج قد زاد مكان الضماضة بالعسل وذلك بقاع القرحة بكمية أكثر من المعتاد مما يساعد على التآم الجرح هذا والله أعلم